الأفعال الصحيحة والمعتل تقسم الأفعال من حيث الصحة والاعتلال إلى فعل صحيح وفعل معتل ولكن ماذا نقصد بالصحيح والمعتل؟ المعتل هو ما دخلت عليه أحد حروف العل والتي هي الألف أو الواو أو الياء والصحيح هو الذي لم يكن فيه ألف أو واو أو ياء والفعل الصحيح يقسم إلى عدة أقسام أول هذه الأقسام الفعل المهموز وهو ما كان به همزة في أي موضع منه مثل أن أقول أخذ هذا مهموز في بدايته همزة أو أن أقول دأب هذا أيضا مهموز حتى أعرف إذا كان الفعل صحيحاً أم معتلاً يجب أن أرجع إلى الماضي أحكم على الماضي هنا أخذت الماضي أخذ أخذت الماضي أيضاً دأباً دائماً أحكم على الماضي قد يكون الفعل الصحيح مضعفاً وهو ما كان فيه تكرار قد يكون التضعيف ثلاثياً أو رباعياً مضعف ثلاثي مثل ماذا؟ مثل أن أقول ظلّ انظر هذه الشدة على اللام تعني أن اللام تكرر مرتين ظلّ لا منساكنة أو لا ما متحرك أو أن أقول شدة شدة هذه الشدة على الدال تعني أن الدال مكرر مرتين شدة أما المضعف الرباعي فهو ما تكرر فيه حرفين مثل زلزلة تكرر أول والثالث والثاني والرابع أو قلقلة تكرر الأول والثالث والثاني والرابع وقد يكون الفعل الصحيح سالماً وهو إذا لم يكن مهموزاً به همزة أو مضعفاً ثلاثياً أو رباعياً فيكون سالماً مثل ذهب وغيرها الكثير أكل شارب ضرب وغيرها الكثير أما المعتل والذي يكون به أحد حروف العلة هذه فقد يأتي حرف العلة في بداية الفعل فنسميه مثالاً مثل أن أقول ولد أو وجد حرف العلة في بداية الفعل إذن هو معتل ولأنه في بداية الفعل يصبح معتل مثال ومرة أخرى عندما نتكلم عن الفعل من حيث الصحة والاعتلال يجب أن نحكم على الفعل الماضي منه وقد يأتي حرف العلة في وسط الفعل في هذه الحالة نسميه معتل أجوف مثل نالة حرف العلة في وسط الفعل أو نقول طارة حرف العلة في وسط الفعل إذن نسميه أجوف أما إذا كان في آخر الفعل فنسميه ناقص مثل حظية أو لقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر